بس ما عارف لما نتكلم من الصين وافغانستان وكذا فنعرف الخريطة ادي افغانستان و ادي الصين مرتبطة في هذه المنطقة ودي المنطقة اللي هيمر منها مشروع الحزام والطريق فبالتالي وجود دولة هنا على غير وفاق مع الصين بيعط المشروع الصين هتعمل ايه؟ هل هذا فخن امريكيا؟ ربما الصين بسرعة قالت مستعدون لإقامة علاقات ودية مع طالبان الله اكبر الصين الحكومة الصينية وزير خارجية الصين المسؤولين في الحزب الشيوع الصيني قالوا والله وينوت ليه لا ايه المشكلة نتكلم مع طالبان ونعمل علاقات مع ودية مع حركة طالبان قالوا ما فيش اي مشكلة خالص احنا جاهزين نعمل علاقات مع بالتالي هل تنجح الصين باعلانها انها لا تمانع في اقامة علاقات ودية مع حركة طالبان بل ومرشح انها تعترف فيها هل هذا بيمثل صفحة عكسية للولايات المتحدة الامريكية ربما لكن ما لدي من معلومات هو ان الصين قالت مستعدون لإقامة علاقات ودية مع طالبان ادي الصين و ادي افغانستان و كما اقول بان افغانستان ضحية موقعها الجغرافي بين القوى المتناثرة المتنازعة زي الصين وروسيا فوق مع الولايات المتحدة الامريكية والغرب خليني اروح من بعد كده الى الى باكستان باكستان هي الجار الاكبر لأفغانستان ادي باكستان قدام حضراتكم دي باكستان يبقى ادي افغانستان و ادي باكستان كل دي الحدود الباكستانية مع افغانستان كل هذه المناطق الحدودية مناطق حدودية فيها قبائل مشتركة بين الاثنين داي البشت وغيره ومعظم المناطق اللي فيها كان منظيم القاعدة وكان فاقسامة بن لادن وفيها اي من الزواري وغيره في المناطق الحدودية الجبلية بين افغانستان وبين باكستان ومناطق وعرة تورابورة وغيره كله في المناطق الحدودية بين البلدين التي تبدأ من هنا وتنتهي في اعلى نقطة بجوار اكبر دولة جارة لافغانستان هي باكستان